اكتر حاجة بتقلقني في جراح تجميل في شغلي هو العيان اللي باصص تحت رجله ومش عايز يسمع غير فكرة في دماغه هو حاطتها ومش عايز يغيرها يأما خدها من السوشيال ميديا أو حد من صحابه وقريبه طبعا راجل أو ست أو يأما كل الفوكس بتاعه والتركيز بتاعه على السعر يعني هو سعر معين مش مهم مين اللي يعمل عملية اهم حاجة يعمله بالسعر ده ده أكتر حاجة بتقلقني في شغلي لأنه هو مش مهم عنده الجراح مش مهم عنده كلامه مش مهم عنده رأيه هو الفكرة في دماغه أو السعر في دماغه وده أكتر حاجة بتعمل كوارث في شغلنا كلام ده أنا شفت منه كتير قصص ناس مشيت ورا الأفكار دي ورجعت تندم وعايزة تصلح اللي هي عملته لكن للأسف صعب ترجع زي الأول فنخلي بالنا نسمع كويس نختار الدكتور كويس وأرجوكو بلاش نحط السعر هو المعيار الأول هو مهم ولكن دلوقتي بقى فيه حلول كتيرة لموضوع الأسعار ده أبسطها شركات التقسيد بقى فيه شركات تقسيد للعمليات الطبية وده حلت مشاكل كتير قوي فعشان كده بلاش نحط فكرة أو سعر في دماغنا علشان نعمل عمليات تجميلة اشتركوا في القناة